في الآوينة الأخيرة عادت ليبيا إلى واجهة الأحداث لتؤرق محيطها الأقليمي بعد أن أقدمت حكومة عبد الحميد الدبيبة المنتهية الولاية بتوقيع مذكرة تفاهم مع النظام التركي في آذار مارس الماضي والتي منحت من خلالها امتيازات واسعة داخل الأراضي الليبية ما أثارت جدلاً واسعاً حول طبيعة التدخل التركي وأهدافه تقرير لموقع نورديك مونيتور السويدي كشف عن تفاصيل مثيرة حول بنود هذه المذكرة والتي تملح ناصر الجيش التركي حماية قانونية ودعماً لوجستياً وامتيازات مالية وحريات عملياتية واسعة داخل ليبيا هذه المذكرة تستند إلى تفاهمات سابقة بين الطرفين مما يشير إلى استراتيجية تركية طويلة الأمد للتدخل في الشئ أبرز ما يلفت النظر في هذه المذكرة هو المادة الحادي عشرة التي تمنح ناصر الجيش النظام التركي حصانة قانونية واسعة فأي جرائم يرتكبها العسكريون الأتراك أثناء تواجدهم في ليبيا ستخضع للقانون التركي حصراً مما يعني عفاءهم من المسائل القانونية الليبية وهذا الأمر بحسب الشارع الليبي يمثل خرقاً صارخاً للسيادة الليبية ويعزز أنفوذ التركي على الأرض بالإضافة إلى ذلك تمنح المذكرة لأنقر حرية الوصول غير المقيد إلى المجال الجوي والمياه الإقليمية الليبية مما يعزز من قدراتي على التحرق بحرية داخل الأراضي الليبية دون أي قيود هذه الحرية العملياتية الواسعة تثير تساؤلات حول الأهداف الحقيقية وراء هذا التدخل هذه المذكرة أثارت ردود فعل غاضبة من العديد من الأطراف الليبية التي اعتبرتها غير قانونية وغير ملزمة للدولة نظراً لتوقعها من قبل حكومة منتهية الولاية البرلمان الليبي والمجلس الأعلى للدولة علنا عدم اعترافهما بهذه الاتفاقية مؤكدين على أنها تهدف إلى فرض الأمر الواقع من قبل الدبيبة بدعم من النظام التركي ويرى مراقبون أن مذكرة التفاهم الأخيرة بين تركيا وحكومة الدبيبة تعتبر مؤشراً واضحاً على عمق التدخل التركي في الشأن الليبي وتمثل تهديداً مباشراً للسيادة الليبية واستقلال قرارها الوطني وبحسب المراقبين فأن تداعيات هذا التدخل تتجاوز حدود ليبيا حيث تؤثر على الاستقرار الإقليمي وتزيد من التوترات بين الدول المتنافسة في المنطقة كما أنها تثير تساؤلات حول الدور الدولي في الأزمة الليبية ومدى جدية المجتمع الدولي في دعم الحلول السياسية السلمية ترجمة نانسي قنقر